اشتركوا في القناة على الزيارة أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن المشروع هو جزء من المشاريع الكبيرة والاستراتيجية في العاصمة المنامة ويندرج ضمن أولويات اللجنة العليا للتخطيط العمراني بتطوير الواجهات البحرية العاصمة المنامة أوضح وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجيتها على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتي تساهم في تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات بلدية وخدمية ذات جودة عالية بما يلبي تطلعات أفراد المجتمع من جانبه أكد وزير الأشغال أن عمليات الإنشاء والتنفيذ بالمشروع تسير وفق ما هو مخطط له مشيرا إلى أن الواجهة البحرية للمنامة من المشاريع الهامة التي تعكس مستوى التطوير والتنمية المستمرة وهو مرفق يقصده الكثير من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين مضيفا أن وزارة الأشغال تحرص على تلبية تطلعات المواطنين والمقيمين في إنشاء المرافق العامة والخدمية وفق أعلى معايير الجودة بما يخدم المواطنين وأفراد المجتمع كافة اشتركوا في القناة